يفوز على منتخب السودان بخمسة أهداف نظيفة في الجولة التانية من كأس العرب وبيتأهل ربع نهائي البطولة المقامة في قطر لتتبقى مواجهة مع الجزائر يوم الثلاثاء ليتحدد متصدر هذه المجموعة اللي بالتبعية هيواجه تاني المجموعة التالتة اللي هيبقى غالباً الأردن أو فلسطين أو السعودية بالترتيب لكن سيبك من كل ده مش ده لهدف أصلاً من البطولة أنا شايف أني أنا وغيري ممكن نتمنى نكسب البطولة بس لو حد نفسه يكسب البطولة عشان مصر لازم تكسب أي بطولة تدخلها أو عشان دي بطولة على زعامة عربية هاتفق معاه لكن أولويتي هتختلف مع أولويته هتبقى أني عايز أوصل لليوم النهائي للبطولة عايز الفرقة دي بالمدرب ده يوصلوا للعدد الأقصى من المباريات التجربية يستغلوا الفرصة كاملة للتجربة والتنفيذ التنفيذ الصحيح أو التنفيذ الخاطئ فانصححوا في اللي بعده يعني من الآخر أنا عايز نكسب البطولة دي لكن مش هزعل لو لعبنا مطش التالت والرابع لأنه ساعتها هنكون لعبنا نفس عدد المباريات اللي لعبها البطل هنكون كملنا البطولة دي لآخرها بكل التجارب الممك فيها وده المهم دلوقتي ليه ده المهم؟ لأن كروش بيجرب ولأن النتيجة بتبان تجربتها بتبان أحيانا بتنفيذ خاطئ ما بيعجبناش وأكيد ما بيعجبوش بيجرب غيرها أو بيجرب بعدها ينفذها بشكل تاني أو بتبان بتنفيذ صحيح بيثبت عليه ويشتغل على الفكرة اللي بعدها خدونا الأول نتفق مع المتشائمين في عدة أمور وإحنا أحيانا بنكون متشائمين عاديا مش بتكلم على ناس لازم ننتقدها أو انتوزئ ليه متشائمين خدونا الأول أن نتكلم كمتشائمين إن منتخب السودان منافس له كل الاحترام لكن كرويا ضعيف جدا وإن فيه لعيبة لسه محتاجة تثبت نفسها وإن المراكز الجديدة على بعض اللاعبين مش كلها بتمشي كويس لكن تعالوا نشوف الحاجات اللي المفروض تخذينا نتفائل من وجهة نظري بالنظر لمباراة النهاردة اللاعيبة بتنفذ تعليمات اللاعيبة متقال لها كلام بتحاول تنفذه ومش بس كده هم مقتنعين بأنهم لازم ينفذوه لسببين؟ أولا خوفا من راجل غضب ومن عدم تنفيذ أفكاره واضح إنه شديد وثانيا احتراما واقتناعا قبل الأولا بأفكاره اللاعيبة بتلعب وهي مقتنعة إن فيه مدرب بيدربهم عنده أفكار ده واضح جدا في مطش النهاردة والمطشات اللي فاتت اللاعيبة بتلعب بروح مش نفس أو مش دايما المستوى بيخلينا مبسوطين لكن بنحس بحاجات واحدة زائد الثانية زائد الثالثة تعمل لك فريق كبير النهاردة للمباراة الثانية على التوالي المنظومة الدفاعية محترمة بأخطاء قليلة وكله بيدافع ولما بيقع الغلط في أي غلطة دفاعية بيجروا يصححوه بروح عالية الباكات بتدفع كويس وبتاخد أماكنها كويس في الهجوم بالربط الجيد مع الوينجات سواء لجوه الملعب أو للطرف وضح النهاردة ده جداً مع فتوح وعمر كمال مع أحمد رفعت ومع عزيزه ومع مصطفى باتحي لما نزل باختلاف أدوار اللاعبين أيمن أشرف النهاردة تجربته في مص الملعب كانت هيلة أنت عمرك من يومة ولدت أنا وأنت يعني شفنا أيمن أشرف بيلعب غير باك ليفت وأحياناً مساك سواء مع أسموحة سواء مع المنتخب سواء مع الأهلي شفنا النهاردة بيلعب في مركز تمانية ببراعة بيغطي ناحية الشمال دفاعياً بيظهر للباك والجناح في توقيت كويس جداً وفي أماكن كويسة جداً وقت الهجوم عشان كده لما كيروش بيجرب محمد شريف كمهاجم تاني في اليمين أو الشمال محتاج النافع منه شايف فيه حاجة بيجربها هو مش مجبر يلاعب اللعيب في المركز اللي بيلعبه بيه مدربه في النادي أمال هو مدرب ليه؟ يعني مش معنى أن مسماني بيلعب محمد شريف كمهاجم وجايب له نتائج كويسة بيسجل يعني أن كيروش لازم ياخد اللعيب يلعبه مهاجم لأ أنا عايز أجربه هنا هو خد من شريف مثلاً ناتج إيجابي أو سلبي في المكان ده فوديه بعد كده مهاجم عشان يشوفه بنفسه المطش اللي فات كمهاجم لما مكان مروان وهكذا لأنه مدرب ومدرب الحقيقة بالنتائج اللي بتطلع لنا ولو كانت مش واو مش ممتازة مش بتطلع في ساعتها هي بتقول أنه مدرب مش عشوائي النهاردة الدفع بحسين فيصل في نص الملعب النهاردة البدء برفعت وإجبره أن يلعب جماعياً مع مساحة كويسة من حرية الإبداع أنه يلعب بلعبه برضو النهاردة أدوار فتوح وعمر كمال النهاردة تجربة مروان وتجربة شريف النهاردة ده كله بيقول أن الراجل بيفكر كويس وأن اللعيبة مقتنعة بيه ودي نقطة مهمة جداً فكرة أن اللعيبة تبقى مقتنعة بمدربها لأنه إحنا ممكن أحياناً ما يعجبناش الشكل العام لكن مدرب يعجبه أن اللعيب عامة لللقطة دي اللي إحنا متدربين عليها وده بيبن لنا يعني أنا حاسس أن كيروش أفهم كثيراً من منتقدي المنتخب ككل يعني مش أي منتقد يعني مش اللي بيحل الكورة معناها أن كيروش أفهم منه مش بقول كده أنا بتكلم على اللي بيقوله أنه لازم كيروش يلعب حلو يا إما هيمشي زي البدري ده مش تقليل من اللي بيقوله كده لأنه حقهم لكن هو شغال بشكل واضح جداً أنه مدروس قد يكون محتاجي يوضح ده بالكلام للناس لكن هو دي مدرسته إنه بيسكت أنا بعمل اللي أنا عايزه ومستني نتائجه ومش فارق معي الانتقادات أنا مش عايز بيبقى ببالغ لكن أنا شايف أنه الفرصة اللي سايبها كيروش لللعيبة اللي بتتقلق في الدوري أو هو شايفهم عندهم بوتنشل إنه هم يبقوا كويسين دي فرصة هاي ده لازم الكل يستغلها ويشتغل عليها من اللعيبة لأنهم في الآخر بيشتغلوا مع مدرب أعتقد أعتقد إن كمان أشهر أو بعد بقى ما تجربته تنتهي في أي وقت هيقولوا إحنا كسبنا إن إحنا تمرنا تحت قيادة كارلوس كيروش عارف جدا إن الكلام هيبدو قدام البعض مبالغ فيه إنت إيه إحنا كسبنا السودان يعني وبطول عربية أنا والله ما بتكلم عشان كسبنا السودان ولا عشان خمسة ولا عشان يتأهلنا بتكلم ككورة بتتلعب قدامنا بيجيلك فيها نتائج اللعيبة اللي هتدخل للمنتخب في عهد كيروش هيستفيدوا جدا هيستفيدوا جدا لأنه هم بالراجل أولا باين قوي إنه عادل الراجل جي قال لهم أنا جزار ما بيفرقش معايا حد اسم لعيب ولا لأ أنا باقتنع بحاجة بنفذها فالكل بقى قدامه أنا هروح ألعب في المنتخب لإني كيروش وثق بيا الكل بيروح بعد كده الكيروش اللعيبة اللي ضمنا مكانها بقالها سنوات عارفة إن الأرض بتتهز في أي لحظة من تحت رجليها أنا لو ما عملتش اللي كيروش عايزني أعمله مش هلعب مش لو ما عملتش إلا أنا ما خليني طول الوقت أدخل للمنتخب لأ لازم تنفذ اللي بيقوله كيروش ده واضح جدا في اللعيبة كبرهم وصغيرينهم في المنتخب دلوقتي واضح إنه هم عارفين جدا ميت حساب للراجل اللي واقف بره ده ودي نقطة إيجابية جدا افتقدناها لو هتعمل مقارنة ما بين البدري وله كامل للاحترام وكيروش ده نقطة أساسية في الفارق إن اللعيبة هنا عارفة إنه في واحد قاعد بره ماسك عصايا عصايا كروية يعني لو ما نفستش مش تبع معايا مش هتعرف أصلا تدخل منتخب تاني واتندم إنت اللي خسران أنا ده حسه وهستنى رأيكم لأن انتوا ممكن تبقى حسين حاجة مختلفة وأنا بحب جدا نتكلم مع بعض في النقاط دي وده باين له من يوم وهو بيختار قوائم المنتخب باين جدا لما تلاقي عمر مرموش أول مطش دولي يدخل يجيب جول ويتقلق ويلعب بكل الثقة في النفس دي معناها أن الراجل ده متكلم مع اللعيبة بشكل كويس مديهم أنا يفيش معاه صغير من كبير حسين فصل النهار ده لما بيلعب أول مباراة مع منتخب مصر وبيبدأ أساسي ومع جيل بينتقد بعنف وبعد مباراة الناس انتقدت فيها الأداء ويلعب بالثقة دي معناها أن فيه مدرب برا عارف يختاره إزاي وعارف عايز منه إيه جوه الملعب وعرف يطلع منه اللي هو عايزه بنسبة كبيرة مش 100% بس طلع منه بنسبة كبيرة اللي هو عايزه أو حاجات من اللي هو عايزه لما تلاقي أحمد رفعت بيلعب ناحية لما تلاقي أسامة فيصل أسامة فيصل عجبني جدا لتاني مباراة بينزل كبديل وتلاقيه في أغلب مراكز الهجوم يعرف يقطع على القريبة وقت العرضيات يعرف فيه إهدارات فرص زعلتني النهار ده من توجيهه هو للكورة مثلا في نص المرمى لكن هو مهاجم مهاجم وهياخد ثقة في نفسه ومنتخبنا هيستفيد منه وكل اللعيبة الحقيقة أنا عمر كمال عبد الواحد كيروش عارف عمر كمال واحد أنا عايزه يهاجم وعايز يعمل جبهة وإمتى يدخل منطقة الجزاء وإمتى يبقى بيتطرف ويعمل يعني توليفة كده مع الجناح اللي قدامه بتكلم على باك يمين دي كلها نقاط إيجابية وتخليني حقيقة أبقى عايز جدا نكمل في البطولة دي عايز يبدل يجرب عايز أفضل أحس بنتائجه ويحب نتفرج مع بعض يعني عايز نوصل لغاية آخر يوم في البطولة دي لأنه لو قلت المباريات هتقل التجارب أنا مش عايز يعني عايز نكسب البطولة بس عايز قبلها نكمل البطولة لحد نهايتها